اكد سعدة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن اليوم الدولي للمسنين الذي يصادف الأول من شهر أكتوبر يعد فرصة مواتية لإبراز التجربة البحرينية الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الخدمات الرعائية والتنموية والصحية والقانونية والتأهيلية لكبار المواطنين بما يكفل لهم العيش الكريم وجودة الحياة حيث تعتبر هذه الجوانب من الركائز الأساسية التي كفلها دستور مملكة البحرين لجميع المواطنين وكبارهم تحديدا فضلا عما تشهده المملكة من تطورات تشريعية في هذا المجال في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والدعم الكامل من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأكد حميدان أن مملكة البحرين لم تدخر جهدا في تعزيز التواصل الإيجابي والفعال مع هذه الفئة والعمل بكل حرص على توفير الحماية الصحية والاجتماعية لها وبالأخص خلال فترة جائحة كورونا وذلك من خلال عدد من المبادرات والإجراءات الكفيلة بمكافحة انتشار هذا الفيروس في محيط فئة كبار السن مما يعرضهم لخطر هذا الوباء وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن مملكة البحرين من الدول الرائدة في تشكيل لجنة وطنية مختصة للمسنين تكون مسؤولة عن وضع الاستراتيجيات الخاصة بكبار المواطنين كما أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للمسنين والتي ترتكز على محاور التنمية وتوفير الصحة والرفاء مع تقدم العم وتهيئة بيئة داعمة لجميع الأعمار كما تم إنشاء دور وأندية نهارية في مختلف المحافظات بالإضافة إلى دار للإقامة الدائمة لكبار السن علما بأن عدد المستفيدين لا يتجاوز خمسين مسنا ومسنة فقط ممن لا عائلة لهم تشارك مملكة البحرين العالم الاحتفاء باليوم الدولي للمسن وهي مناسبة لتسليط الضوء على المنجزات الوطنية التي تقدمها حكومة مملكة البحرين لكبار المواطنين بشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مجتمع ينظر لكبار السن بكثير من المودة والرحمة على أنهم أفنوا أعمارهم خدمة للبلاد وشعبها مجتمع يوقر الكبير ويحترم عطاءه وتواصل المملكة تقديم أفضل الخدمات لكبار المواطنين لإيجاد بيئة آمنة لهم من خلال إنشاء المدن الصديقة وإنشاء دور الرعاية النهارية والأندية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهذه الفئة وتقديم مختلف الأنشطة التي ترتقي بجودة حياتهم بما يتوافق مع الممارسات والمعايير الدولية بهذا الخصوص ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة